أهلا بكم في المختصر المفيد في الفيديو ده هنشرح الغدى تجارات الدرقية الغدى تجارات الدرقية عبارة عن أربع أجزاء من فاصلة كل اتنين منهم موجودين على كل جانب من جانبي الغدى الدرقية على السطح الخلفي وظيفة الغدى تجارات الدرقية هو أنها بتفرز هرمون البراثيرمون وهرمون البراثيرمون بيكون لدور مهم بالاشتراك مع هرمون الكالسيتونين اللي بتم إفرازه من الغدى الدرقية في الحفاظ على المعبدل الطبيعي لمستوى الكالسام في الدم بحيث أن لما نسبة الكالسام بتنخفض في الدم الغدى تجارات الدرقية بتزود إفراز هرمون البراثيرمون علشان يزود الكالسام في الدم عن طريق سحبه من العظام ولما ترتفع نسبة الكلسام في الدم الغدة الدرقية بتزود إفراز هيرموني الكالسيتونين علشان يسحب الكلسام من الدم ويرصبه في العظام وبالتالي لما يحصل زيادة في إفراز هيرمون البراسيرمون بسبب ارتفاع نسبة الكلسام في الدم نتيجة سحبه من العظام وده بيؤدي لها شاشة العظام وتعرضها للإنحناء والكسر بسهولة وعلى العكس لما يحصل نقص في إفراز هيرمون البراسيرمون بيسبب نقص في نسبة الكلسام في الدم وبيسبب سرعة الانفعال والغضب والثورة لأقل سبب وبيحصل تشنجات عضلية مؤلمة بسبب نقص نسبة الكلسام في الدم لأن الكلسام العضلات بتستخدمه في الانكباط والانبساط فلما يحصل نقص في الكلسام العضلات مش بتلاقي كمية كلسام كافية علشان تنقبض وتنبسط بشكل منتظم فاللي بيحصل هو تشنجات عضلية مؤلمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة